ده بتكلم على القرح اللي بتيجي واحد في غيبوبة مش حاس يفضل رائد على السرير الزعاء الدموي السرير يضغط عليه قفله يبوز حت تمه نفس القصة في مريض السكر لما يقعد على رجله مربع الارض ضغطة بتعمل قلم هو مش حاسب القلم لان عصب بايس عشان كده قرح على قدم مريض سكر اسمه ايه قدم سكري يلا نقول تاني تعريف القدم السكري القدم السكري هو قدم مريض عنده سكر عليه قرح ايه انواع القرحة دي اتنين نوع انا قلته نوعين من القرحة انا قلته واحد واحد قاعد كتير قوي بس مش حاسس ان الدم مش داخل ما هو ضغط على دي مانع الدم مش حاس ما عندهش العصب اللي يقوله كده فيجيله قرحة دي عصبية دي عصبية او قد يكون قرحة القدم في مريض سكر نتيجة ان الشريان اتقفل الشريان نفسه من غير مضغط ولا اي حاجة لا قاعد ولا قام ولا حاجة ودي في مكان ودي في مكان فعندنا نوعين من القدم السكري اما شريان اتقفل واما واحد قاعد على رجله ومش حاسس بوز رجله لانه مش حاسس دي مضعفات خطيرة خطيرة اذا الجهاز السكر يأثر على الجهاز الدوري خطر جدا كلا كلا كلها اوحية ده موي لو السكر على فكرة مريض السكر اللي عايز تضرب مريض السكر اللي عايز تضرب عشان قبل ما الحلقة تخلص اللي يعتقد ان العلاج رشد ده عايز تضرب اللي يعتقد اه خلاص الدكتور كتاب لي علاجه انا باخته لا يا سيدي متأسف انا كثيرا ببقى قاسي جدا على المريض اللي معتقد ان علاج السكر رشد انت كتب لي يا رأس وباخد فيتامين وزي الفل اسف علاج السكر نظام حياة نظام حياة نظام اكل وادوية لو خدت الادوية بس انت تعالج بتلت القوة تلتين القوة مش شغالة لازم تمشي كل يوم لازم ومشيت واحد خايف المعاد يفوته مش واحد بيشتري جزمة مشيت واحد خايف المعاد يفوته لازم نظام اكلك دقيق جدا جدا ما فيهوش انحراف خالص اصل الحجة عاملة كنافة النهاردة صانية كنافة وما قدرش ماكلش كنافة خلص انت حر انت حر كن زي ما انت عايز بس ما تشتكيش بعد كده نظام اكل دقيق جدا نظام حياة دقيق جدا والادوية الادوية اللي الدكتور كانت بهالك تلتزم بيها كويس جدا مرض السكر مرض مش خطير طالما بعيد عن مضاعفات مرض السكر مرض مش خطير طالما بعيدا عن المضاعفات المضاعفات بتيجي لمن من قول ان ما لهاش علاقة بمستوى السكر في الدم لكن اللي احنا شفناه في حياتنا ان الملتزم في حياته بالمشي والرياضة وفي اكله بعيد والله والله بعيد كل البعد عن مضاعفات مهما الكتب كتبت مهما الكتب كتبت حياتنا انا بشوف عيانين بقى لي 55 سنة هو ده رقم قليل تقول لي انت نتيجة العلاج ايه او انت بتحس بايه اقول لك الملتزم زي الفل لانا عندي مرضى سكر صحتهم احسن من اللي ما عندهمش سكر يعني يبقى هو وزوجته هو عنده سكر واخد باله وزوجته ما عندهاش حاجة وصحتها وحشة وهو عنده سكر وماشي مضبوط فانا نصحتي لكل مريض سكر في مصر او اللي اللي سمعيننا خلي بالك الاكل مش حينفعك اه انا معاك الاكل شهوة لكن مش حينفعك اشتركوا في القناة